اشتركوا في القناة وبدأ عرضه تجريا في يناير في فرنسا على امل ان هو كان ينتشر ويحقق بعض النجاح العالمي ولكن حصل اللي حصل وكله قاعد في بيته ومعادش فيه سينمات فالفيلم تقريبا راح في الضياع ومحدش خد باله منه وانا جات لي فرصة ان انا اتفرج عليه واعتقد ان هو مناسب جدا لطلب بطلقات كتير مؤخرا عن نوعية افلام مسلية جدا نالت شهرة كبيرة جدا مع ظهور ونجاح فيلم نايفز اوت وهي نوعية اللغز بتاع هودانت بتاعة الجريمة اللي بتحصل وناس كتير متهمة بيها ومحدش عارف يلاقي لها حل مؤخرا الناس كتير بتيجي تسألني وتقول لي عايزين فيلم زي نايفز اوت عايزين فيلم زي ميردر اون دي اوريانت اكسبرس وحقيقي مفيش افلام زي دي بتنتج كل سنة يعني فما صدقت مسكت الفيلم بينتمي لهذا التصنيف وقلت اتكلم عنه وان شاء الله يكون ترشيح مناسب لحضراتكم الفيلم برضو في بعض الوجوه اللي معروفة بالنسبة لنا رغم انه هو انتاج فرنساوي منهم مثلا الكس لوثر اللي ظهر في حلقة متميزة جدا من بلاك ميرر وكان بطل مسلسل دي اندوف دي افنج وولد وكذلك اولجا كوريلانكو اللي احنا عارفينها من كونتم اوف سولس كانت بوند جيرل وكذلك فيلم اوبليفين قصتنا ببساطة بتحكي عن كاتب غامض جدا اسمه اسكار براك عمل رواية نجحة جدا ومكسرت دنيا اسمها ديداليوس والرواية دي ظهر منها جزء اول وجزء تاني والعالم كله في انتظار الجزء التالت ودي النقطة اللي الناشر بتاع الرواية اللي اسمه ايريك انكستروم بيقرر ان هو يعمل حاجة ما حصلتش في تاريخ الناشر ان الرواية تصدر في نفس الوقت المترجمة لكل اللغات اللي ليها علاقة بالاسواق الاكثر مبيعا عشان يعمل انفجار في المبيعات وفي تحقيق الارباح والكلام ده كله عشان يضمن ان ده يحصل بيعين تسع مترجمين وبيلموهم مع بعض في قصر كبير في مكان فخم جدا بس الفكرة انه ما هيقعدوا معزولين عن العالم تماما وحيتلقوا الرواية النص بتاع الرواية على دفعات يترجموها ويسلموها واتناء الفترة دي مفيش اي وصول للانترنت مفيش اي تواصل مع اي حد في الدنيا لغاية لما الترجمة تنتهي وبناء عليه يضمن ان مش هيحصل اي تسريب ومش هيحصل اي تلاعب بالكنز اللي هو بيتعامل معاه وهو النص الرئيسي بتاع الرواية دي ولكن اللي بيحصل ان بعد 3 اسابيع من العزلة بيتم تسريب اول 10 صفحات من الرواية على الانترنت وبيتم طلب فدية او بيتم طلب فلوس يعني مقابل ان التسريب ما يستمرش ان ما يبقاش في تسريب لصفحات اكتر من كده لان لو الرواية تم تسريبها بالفعل بالكامل محدش هيشتريها لما تصدر بشكل رسمي وبناء على المشتبه فيهم الاساسيين فهذه الجريمة الشنعاء هم التسع المترجمين اللي موجودين معنا واللي كانوا مع بعض طول الوقت واللي مش ممكن يكونوا قدروا يوصلوا للانترنت او قدروا ان هما يصربوا النص ده اثناء فترة احتجازهم فيا ترى مين اللي صربوا يا ترى ايه السر اللي ورا الموضوع الفيلم بتاعنا بيستخدم اللغز اللي هو اللغز بتاعه دونت علشان يجذب اهتمام المشاهد بالفيلم بانه يبقى عايز يتفرج عليه اكتر لانه عايز يعرف اجابة الالغاز المتتالية لان فيلمنا ما بيقدمش لغز واحد بس هو بيقدم لغزه وبعدين وهو بيحله بيقدم لغز تاني زي بالضبط ما يكون حد بيقدم لك حاجة ولكن الحاجة دي فيها فجوة ولما تيجي تسد الفجوة دي تظهر فجوة جديدة ولما تيجي تسد الفجوة دي تظهر فجوة جديدة والهدف الاساسي مش انك تحل اللغز الهدف الاساسي بيماشي على خطين تانيين اهم شوية خط منهم هو انه ياخدنا في رحلة في كواليس عالم النشر والادب سواء على الجانب بتاع العمل الابداعي او على الجانب بتاع البزنس بتاع الامور دي وبيجاوب على اسئلة كتير وبينور مخينا كمشاهدين في امور كتير وبيجعلنا نهتم اكتر شوية باللاعبين الاساسيين في هذا العمل سواء الكتاب اللي هما المبدعين الاساسيين او دور النشر اللي بيتموا اكتر بالجانب بتاع البزنس او حتى المترجمين اللي دورهم انه هما ينشروا الاعمال ديت على مستوى اوسع من خلال العالم كله والجزء التاني هو الجزء الدرامي زي ما بنقول العلاقة ما بين الشخصيات وبعضها وتاريخهم والاحمال اللي هما جايين بيها والاحلام اللي كانوا عاوزين يحققوها واللغز بتاعنا وهو عمالي يتكشف خطوة بخطوة بيكشف اكتر واكتر عن تاريخ الشخصيات دي وعن الدوافع اللي ممكن تكون وصلتهم لهذا العمل واللي ممكن تكون وصلت المتهم بتاعنا او المجرم بتاعنا لانه يقوم بالجريمة دي واحنا بنتكلم على لغزهو دانت فالفيلم ده بيكسر عدد من نقول عليها ايه السوابت في التركيبة بتاعت الافلام دي ان اولا جريمتنا مش جريمة قتل فبناءا عليه من المفترض ان المخاطر او ان التمن ما هواش كبير او عشان كده وانا بقول الجريمة الشنعاء دات انا كنت بقولها على سبيل السخرية والفيلم نفسه بيتعامل مع النقطة دي بشكل من اشكال مش عايز اقول السخرية لان الاجواء العامة بتاعت الفيلم ما هياش كوميديا على الاطلاق ولا خفيف على الاطلاق هو بس عاوز يبين لك مدى الغرابة في الموضوع ده ان جريمة سرقة نص وتسريبه على الانترنت ممكن توصل ناس للتصرف باي مستوى من مستويات العنف والقصوى والوحشية كذلك لان الملايين اللي ممكن تيجي من وراء حاجة زي كده والمكاسب الكبيرة والدخل المرعب لدور النشر وللناس المتدخلين في هذا الموضوع حاجة عندهم اهم من ان بني ادم يفقد حياته او يفقد حريته الحاجة التانية ان احنا ما عندناش محقق احنا دايما في افلام هودانت بيبقى عندنا الشخصية بتاعة المحقق الخاص غريب الاطوار اللي لعبه مسلا دانيل كريج في نايفزاوت اه الحاجات دي اللي هم الشخص اللي عنده زكاء خارق اللي طبعه ما هياش سوية قوي اللي بيحقق في القضية وبيستخدم المقارنات وبيستخدم الدلائل وبيستخدم قدرته في انه هو يحل اللغزة او على الاقل ان هو يقشر الطبقات بتاعته اه خطوة خطوة انا كل دا عمال افتكر اسم المحقق بتاع ميردر اون دي اوريينت اكسبرس وبما اني افتكرته فحقوله كان هيركول بورو لو انا فاكر صح كان شخصية غريبة جدا وشخصية مناسبة جدا للبروفايل اللي احنا بنتكلم عليه اللي بيقود التحقيقات عندنا في الحالة دي هو الشخصية بتاعة الناشر اللي هو اريك انكسترم وهو شخصية عنيفة او شخصية شريرة او شخصية بتمثل للرأس مالية جدا ومش بالضرورة يعتمتع بالذكاء الكافي علشان يقعد يحل الطبقات بتاعت الجريمة وعشان كده عملية كشف اللغز بتاعتنا بتتم باساليب مختلفة قوي وهنا الفيلم بيميل اكتر للجزء اللي بتكلم عليه وهي الموضوع اللي هو بينقش ولانه ما عندهش رسالة واضحة ولو انه الحقيقة واخد جانب بشكل واضح قوي وممكن يكون بشكل متحيز وبشكل غير مبرر وبشكل بيطرح اسئلة لبقية الجوانب اللي بتجعل الصناعة دي كلها قائمة بذاتها في الحتة دي بالتحديد الفيلم اجبرني او فرض علي المقارنة المباشرة بفيلم اخر معرفش وانا بحكي افتقرتوه لا لا اللي هو فيلفت باسو اللي كان من بطولة جيك جيلن هال واللي كان قايم في حاجة مماثلة شوية انه هو بيقدم شكل من اشكال التسلية والترفية هيجذب مشاهدة المتابع ومن خلالها يدي له تأملات كتيرة قوي في عالم الفن التشكيلي وبرضو علاقته او التضارب ما بين الجزء الابداعي والجزء التجاري المتعلق بالبزنس والمكاسب وكل الامور دي ولكن انا عندي فيلفت باسو اولا ما لاجأش الجزء بتاع جريمة اللي هي بتاعت من القاتل او من الفاعل اللي هي موضوع هو دانت ده هو اتقل اكتر لجانب رعب شوية مع سلسلة من جرائم الاتلة او الموت اه بجزء سوبر ناتشرل شويتين ويمكن ده اللي يكون فصل الناس عن متابعته وفلفت باسو من الافلام اللي عجبتني انا شخصيا ولكني لازم اعترف ان هو بقى فيلم للنسيان مفيش يعني شهر شهرين بعد عرضه ولا حد بقى بيفكر فيه ولا فكره على الاطلاق اه ولكن تأملات فيلفت باسو في عالم الفن كانت اكثر نتجن لو ينفع اقول كده وعلى الاقل ما كانتش ما كانش فيها تحيز كامل لجانب على حساب كامل ويمكن الجزء بتاع النقد الساخر من المفردات بتاعت العالم ده كانت اوضح شوية فيلمنا هنا ما بيعملش كده فيلمنا هنا بيجزبك اكتر بالجريمة ولازم اعترف ان العملية متابعة الجريمة او عنصر الاثارة او عنصر الترقب في الفيلم ده اعلى بكتير والجريمة او الحادثة اللي احنا قدامها اذكى بكتير وفك اللغز بتاعها اكثر اثارة للاهتمام بكتير بس واحنا بنتكلم على قلب الموضوع واحنا بنتكلم على الموضوع كل حق كل شوية امنع نفسي بالعافية من ان اقول رسالة الموضوع اللي هو بيناقش وحنلاقي انه هو اهتم بانه هو يعكس جوانب كتيرة اوي منها المعاناة بتاعت المترجمين في عملهم على الاعمال الادبية بشكل عام ولكنه ما تعمقش بالقدر الكافي في اي جانب منهم فعشان كده قدر اقول ان التناول كان زريف بيجعل المشاهد يفكر ويشغل مخه وراء اطراف الصناعة دايات ولكن الفيلم بيملي عليك التحيز لجنب على حساب الاخر من غير ما يقدم اجابات كافية وحتى وهو بيحل لغز الجريمة بتاعتنا في الاخر بعد ما عدينا من فجوة ورحنا الفجوة ورحنا الفجوة هو الحياة بيسيب فجوتين تلاتة في الاخر مفتوحين زي ما يكون هو نفسه قصد يقولك بص انا اصلا ما كنتش ناوي اقدم لك تركيبة متكاملة للغز معمول صح من اول لحظة الاخر صح من اول لحظة الاخر لحظة انا بس كنت عايزك توصل معي الخط النهاية واسيبك وامشي وهو دوت اللي هو عمله في النهاية لذلك انا ما اقدرش اعب على الاطلاق او مراهنش على الاطلاق بان الفيلم ده حيبقى حاجة ممكن نفتكرها بدليل ان هو اصلا تعرض وراح مطرح مراح وتقريبا ما حدش سمع عنه ولا هتم بيه بس انا حقيقي شايف ان مع اهتمام الناس مؤخرا بالافلام اللي بتقدم تسلية منزلية شبيهة بالافلام اللي هم شافوها قبل ما نتحبس كلنا وكانت عجباهم فده فيلم متميز جدا واتصور ان هو هيعجب حضراتكم تقييمي الشخصي انا ليه سبعة من عشرة انا شفته على اتمنى ان هو يكون متاح للمشاهدة الرقمية بشكل شرعي ان شاء الله للجميع واتمنى انتم تستمتعوا به الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شهروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرسات اندهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك توتروني مو بوجو و باي باي